موسيقى وركزة ما كانش دي كان مالوش بيت يمشي طول النهار يبعو الناس الى عبادة الله ويعيظهم حتى اذا جن علي الليل بات حيث انتهى به المطاف ثم لما يستيقظ يكمل ماشي فدل حياته كده سموه المسيح عشان يمسح الارض ذهابا وجيه وقيل مسيح لانه جميل فالجميل يسمى ايضا مسيح فارادوا الفتك به حتى كان من ضمن تعاليمه لتلاميذه طوبة للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات ثم قال بعد افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات فانهم طردوا الانبياء الذين قبلكم وسل القرى التي حلت بها نقمة الله بكفر اهلها كديار لوط وعاد وثموت تنبئك عن مهاجرة الانبياء منها قبل حلول النقمة هو سيدنا لوط يعني راح فين لما ايه لما جاء اوان هلك قومه قوم الملائكة قالوا له ايه هاجر منها عشان ايه وكذلك سيدنا صالح وكذلك كل الانبياء استابقين تركوا ديار قومهم عند حلول العذاب عليهم حتى يهاجروا الى مكان اخر فيه امانه فلا غرابة ان هاجر صلى الله عليه وسلم من بلاد منعه اهلها من تتميم ما اراده الله سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا حيلخص لك بقى المصنف هي الاعمال التكليفية المتعلقة اللي جمعناها في علم الفقه وصول الدين جمعناها في علم العقائد والعبادات والتكاليف الشرعية جمعناها في علم سمناها علم الفقه يبا عندنا في علم اصول الفقه اللي هو العقائد وفي علم الفقه نفسه اللي هي ايه الاعمال التكليفية التي يتكلفها المؤمن بسبب ايمانه فكيف يعبد ربه وكيف يسعى في الارض على وفق منهج ربي ولنبين لك مجمل ما دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة من اصول الدين وذلك امران الاول الاعتقاد بوحدانية الله وان لا يشرك معه في العبادة غيره سواء كان ذلك الغير صنما كما يفعل مشرك مكة او ابا او زوجة او بنتا كما عليه بعض الطائف الاخرى كالنصارى ولولا الاعتقاد بوحدانية الله ما كلف احد نفسه تكاليف الحياة من اداب الاخلاق بل كان يسير فيما تأمر به نفسه من شهواتها وملد ذاتها مدام ذلك خفيا عن الناس يعني لولا ان ربنا يدلك على تكاليف شرعية لكنت عشت ايه على مقتدى شهوتك وعلى مقتدى هواك والشهوة والهوى يهلك الانسان ايام هلاك درجة ان البلاد اللي عايش فيها الناس بلا شرع وبلا دين اللي هم الملاحدة سي في اوروبا تجد نسب الانتحار عندهم ما فيها السعادة ده عندهم كل وسائل الترفيه لكن ما فيش سعادة نفسية ولا راحة نفسية فتجد نسب الانتحار والشقاء والاكتئاب والامراض النفسية في البلاد دي درجة انه بيفروا منها بالخمر يعني هم لا يستطيعوا ان يستغنوا عن الخمر لان الخمر بتسكن ايه جوع الروح الى معرفة مولاه فهو كأنه بيخدر نفسه لكن المؤمن مش محتاج خمر خلاص عنده خمر ذكر الله معرفة الله لذة ذكر الله تفوق كل خمر تهمت وعلى شر كده تجد البلاد دي اللي هي انكرت وجود الله ومشت مع شهوتها لم تجد السعادة بل عاشت شقية مسكينة فهم محتاجين من يمد إليهم يد الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يدلهم الى ما فيه خيرهم لان هم برضو اخوانا في البشرية مش كده كلنا لآدم وآدم من تراب فهم برضو اخوانا مسؤولين عننا اننا نعلمهم واننا نأخذ بقيهم واحنا ما نعلمهمش الا ما نبقى احنا قدوك حسنة سلوك حسن الكلام مش راغي كتير هي يعني الدين مش انك تتكلم كتير لا تعمل كتير لما تعمل الناس بيتعلموا من عملك اكتر ما بيتعلموا من قولك الثاني الاعتقاد بالبعث والنشور اللي هي الامور الغيبية بقى احنا عندنا ايه الايمان ينقسم الى ستة اركان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر مش كده برضو قد يجي ستة اركان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤسس لهذه الاركان في قلوب اتباعه في مكة الاعتقاد بالبعث والنشور اللي هو اليوم الاخر والحساب وان هناك يوما ثانيا للانسان يجازى فيه على ما صنعه في الدنيا ان خيرا فخير وان شرا فشر وعلى هذين الامرين جاء غالب الآية المكية عشان كده الآيات المكية كلها تجدها قصيرة المقاطع قصيرة مش طويلة وما فياش احكام كتيرة لكن فيها تدلك على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى يوم القيامة وعلى الجنة وعلى النار وذكر الملائكة وغير ذلك من الامور الايمانية الغيبية الملكوتية لان الملكوت نسبة لكل ما لا تراه وعلى هذين الامرين جاء غالب الآي المكية فقال لما نرى صورة من سور مكة إلا مشحونة بالاستدلال عليهما وتوبيخ من تركهما وكل ذلك بأسليب تأخذ بالعقل وبراهين لا تحتاج لفلسفة الذين يشغلون أنفسهم بما لا طائل تحته مما يضيع الوقت سودا يعني انت لما تكسر من تلاوة القرآن وتصلي بي كتير ما لا تجد عندك شبهة لان الايات بترد على هذه الشبهات اللي قد تطرع على ذهن اي مفكر الحافظ القرآن والمكرر لتلاوة القرآن بتنطبع العقائد في قلبه بلا شبهة بالتدريج مع كسرة تلاوة القرآن فلا يجد عنده ايه قضية تشتبه بين مثلا مشيئة الله وارادته هل الانسان مسير ولا مختار هل الانسان مجبور على فعله هل في ايه ادلة وجود الله في الاكوان ايه ادلة البعث والنشور كل ده تجد ايات كثيرة في القرآن تقرأها للنهار مع التكرار تبص تلاقي ايه ترسخ في قلبك وايه وتنبت شجرة الايمان فمش محتاج كلام الفلسفة بقى ولا محتاج كلام ادلة وجود الله عند المناطقة زي ما بيدرسها بعض الطلبة في الازهر وساعتي بقى ايه مش حتى مش فهم الدليل لكن يقرى الاية يفهمها ويجي اقرأك دليل المناطقة دليل التمانع ودليل مش عارف ايه ودليل ايه اللي كنا نقع نسمعها دليل مناطق ادلة لطيفة تناسب لما تكلم واحد ايه بينكر القرآن اصلا يعني هي تعينك في دعوة غير المسلم لكن المسلم مش محتاجها المسلم منكسر التلاوية القرآن مش محتاجها زي الادلة تهمت بقى المسألة وعشان كده معرفة الادلة المنطقية دي تكفي فرد كفاية يعني يقوم بها البعض من المسلمين مش شرط يتعلمها كل مسلم يكفي ان كل مسلم يحفظ كلام الله وآيات الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم في رأي من البعث فانا خلقناكم من تراب ربنا خلقنا من تراب واخد بالك وبعدين مش كده وبس وبعدين بنعيش ونموت ويتولد غيرنا وانت عايش بتموت وتبعث كل لحظة دفرك يطول وتقصه اللي قصته ده مات ويجي حياة جديدة شعرك يطول وتقصه اللي قصته ده مات ويجي حشعر جديد يعني انت حي ميت في آن واحد ده في كل لحظة البعث والنشور في جسمك ده الغشاء المخاطي اللي موجود في الفم ويمتد للبلعوم للمريء للمعدة لحد ما يخش في الأمعاء لحد ما ينتهي بالقست وفتحة الشرج كل دي أنبوبة طويلة اسمه جهاز الهضمي تصور ان الغشاء المخاطي الناعم ده بيتجدد يموت ويتجدد كل يوم كل 24 ساعة كل 24 ساعة بيتجدد لدرجة أن 70% من حجم البراز هو من الأنسجة دي والباقي من الأكل يعني الأكل يمثل 30% من البراز اللي انت بتتبرز شوف قده ايه 30% بكتيريا وطعام طب وال70% الأنسجة اللي بتتجدد ماتت وحيا غيرها يعني انت حي ميت ايها الانسان في كل لحظة ده انت بتموت وتبعث في كل لحظة الدم كرات الدم الحمرة عمرها كم يوم 120 يوم يعني كل 120 يوم بتموت خلايا وتعيش حالة ومش كل الخلايا الحمرة عمر واحد فبتلاقي في كل لحظة خلايا بتموت وخلايا بتتولد خلايا بتموت في كل لحظة كرات الدم البيضاء عمرها 6 ساعات أو عمرها 3 ايام بعضا الصفايح الدموية عمرها 6 ساعات يعني كل 6 ساعات صفايح جديدة كل 6 ساعات ده انت ميت حي في كل لحظة وفي الاخر تقول لي ربنا فين ربنا بيحيي ازاي شفت قد ايه الغفلة وعشان كده ربنا يقول لك وفي انفسكم افلا تبصرون وفي انفسكم افلا تبصرون يعني انت ايها الحي الميت في آن واحد بتنكر البعث بعد الوفاة وانت بتبعث في كل لحظة حتى يقول لك خلايا المخ ما بتتكسرش لكن بتتجدد مكونتها بتتجدد جوه الخلية نفسها ويتجدد في ايام تزاي مفيش حاجة ثابتة كله متغير السابت هو الله كله يتغير والسابت هو الله الدائم الباقي سبحانه وعلى شكرا يقول لك ايه في الخريدة الباهية في علم التوحيد اللي كنا بندرسها وانحنا طلبه في الازهر يقول ايه واعلم ان هذا العالم حادث مفتقر حادث يعني ايه يعني ليه بداية يعني كان قبل كده مش موجود ادي معنى حادث يعني حدث يعني طرأة على الكون واعلم ان هذا العالم حادث مفتقر لانه قام به التغير فوجود التغير دليل الحدوث ودليل ان هناك من يغير فاذا كنت انت ايها الانسان بتتغير طب مين غيرك انظر لسورتك وانت مولود كده كانوا زمان ايه يصوروك وانت مولود ويمكن حتى وانت قلع هدومك كلها فرحانين بيك لسه مولود بقى وبعد سنة انين تلاتة يصوروك تاني وانت لبس لبس الاطفال كده وبعدين ان ما تخش المدرسة يصوروك باللبس المدرسة وعندين ما تخش الجامعة يصوروك باللبس الجامعة وبعدين ما تتجوز يصوروك وانت متجوز وبعدين ما تتحلع المعاشي يصوروك صورة المعاشي طب انت واحده هو شوف صورتك تغيرت كم مرة من الصورة دي في اي صورة ما شاء اركبك من الذي غيرك الله وفي الأخ يقول لك ربنا فين ألا عشان كده الإلحاد ده مرض عقلي نفسي يعني خلل عقلي ومرض نفسي الإلحاد لكن أي إنسان سليم العقل مطمئن النفس لابد يعرف أن الله خالق وموجد ومغير وأنه مقهور بقهره كل إنسان كده سليم النفس سليم العقل وعلى شك كده ربك سبحانه وتعالى أدلة وجوده مش محتاجة يعني تقعد تدرس وتخش الأزر وتلبس العمة وتمتح لا ده ده واضحة يا أخي ده عارفها الأعراب البسيط البعرة تدلوا على البعير والأثر يدلوا على المسير أفلا يدلوا ذلك على ذات العليم الخبير كل ده تجده إيه في الآيات القرآن كتير كنت طول ما أنت بتقرأ عشان كده قارئ القرآن مش محتاج أدلة كتير ما عندوش شك عارف الشك نشأ في بلاد المسلمين إمتى ونسأ الإلحاد إمتى لما قفلوا الكتتيب وقلوا أقللوا حفظ القرآن فلما تقفلت الكتتيب ونشأت أجيال من المسلمين مش حفظة القرآن ودخلت الجامعات وتعلمت أنه هو مش حفظ القرآن ولا يكرره منذ صغر يجي يكبر بقى إيه في سن كده الشباب والتهور ولك يا ربنا فين حاجة غريبة والله يعني أنا كنت طالب في الكلية في إعدادي طب زمان وبعدين كان الإعيال الشيوعيين دول كانت موضة ساعت الشيوعية دي موضة كده وبعدين ماتت لأنه كان ينشروا الإلحاد الكلام ده كان فيه أوائل السبعينيات سنة واحد وسبعين أو حاجة وكنت أنا في إعدادي طب ولقيت إيه مجموعة كبيرة كده جوه الجامعة بتمعين حوالين واحد بيتكلموا بتاعه فأقولت أدخل كده فضول يعني أشوف يمكن حاوي ده ولا حاجة بيعمل حاجة كده غريبة فدخلت كده فصت بتاعه اتزنقت كده لحد ما بقيت قدامه ولقيت بيقول لهم على إن ربنا مش موجود ومين يثبت لي ومين فأنا ببساطة كده ما كانتش يعني عندي جدل ولا حاجة أنا كنت يعني إنسان بسيط لست طالب طالع من سنوية عامة داخل يعطي أهل الجمع فبقول له لو سمحت بالراحة شوية كل الناس اللي وقفة بتسمعك دي بيتقول ربنا موجود أنت بس اللي بتقول ليش موجود أنت المفروض تثبت لنا أنه مش موجود لأن أنت اللي جايب بالغريب فالغريب هو اللي يثبت أنت ما تعرفش تثبت أصلا أنه مش موجود لأنه لو مش موجود ما كننش نبقى إحنا موجودين أنت خلقت نفسك بكلام منطقي بسيط ولا كنت لسه حتى حافظ قرآن لكنت ربنا في بيئة إيه في بيئة متدينة وتعودنا نصلي الجمعة ونوازب ونسمع من الخطيب كلمة هنا على آية هنا نسمع قرآن من 8 إلى 8.5 ده كان عندنا مقدس وإحنا أطفال قرآن من 8 إلى 8.5 ده لازم كل البيت يقعد يسمع في الإزاعة المصرية أيام ما كنا احنا طلبة وقرآن الصبح بتاع الشيخ محمد رفعت وإحنا بنستعد للذهاب للمدرسة فالقرآن انطبع في أزهاننا فعشان كده لما دخلنا الجامعة فجينا من ناس بيقول لك ربنا وإزاي بقى مش موجود إزاي إحنا وجودنا دليل على وجوده لأن احنا لم نوجد أنفسنا وعلى شك كده الأدلة دي كلها صفصة كتيرة اللي ترك الكرآن وهجره طول ما انت مع القرآن ما عندكش شبهة ما عندكش شبهة فعلا فالحمد لله الذي هدانا لهذا القرآن واليهود تسير الحروب وتصنع لهم السلاح وتبع لهم السلاح كل ده بيسلحوهم باللي حيتبحوهم بي ونزل على رسول الله سلام بمكة من القرآن معظمه وهو ما عدا 23 سورة منه الثلاثة عشرين سورة طويلة هي السور المدنية زي البقرة البقرة دي أول سورة نزلت في المدينة بعد الهجرة سورة البقرة وبعدين تلاقي برضو أيه ألا عمران تلاقي النساء تلاقي سورة المائلة لكن الأععام مكي والأعراف مكي لكن معظم السورة اللي فيه الأحكام تجدها إيه معظمها سور مدنية ويعني إيه مدن ويعني إيه مكي اختلف العلماء في تعريف المكي والمدني من القرآن على خلاف كبير لكن اللي استقر عليه كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يسمى مكي ولو كان في غير مك وكل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يبقى مدني ولو نزل عليه في مك يعني آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في جبل عرفات في حجة الوداع وده مش في المدين لكنها مدنية لأنها ايه نزلت بعد الهجرة وإذا جاء نصر الله والفتح دي الصورة دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه ايه في أيام التشريق في أيام التشريق في حجة الوداع في ميناء ونقول عليها صورة مدنية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس ليه لأنها نزلت بعد الهجرة فهم يبقى كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته يسمى مكي وكل ما نزل على النبي بعد هجرته يسمى مدني بغض النظر عن مكان النزول فيبقى عندنا 23 صورة مدنية وهي البقرة العمران النساء المائدة الأنفال التوبة الحج النور الأحزاب القتال اللي هي صورة سيدنا محمد اسمها القتال الفتح الحجرات الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم النصر لإذا جاء نصر للفتح هذه كلها مدنية وبقى القرآن مكي ولما نزل صلى الله عليه وآله وسلم بقباء نزل على شيخ بني عمر كلسوم بن الهدم وكان يجلس للناس ويتحدث لهم في بيت سعد بن خيثمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في بيت سعد بن خيثمة ونزل أبو بكر اللي كان رفيق النبي في الهجرة بالسنح محل في المدينة مكان يعني في المدينة على خارج ابن زيد ما كانش فيه فنادق النساء ما بتنزل بتستضيفهم ايه أهل البلد ما كانش لسه فيه فنادق ولا أوتلات ولا الحاجات دي على خارج ابن زيد من بني حارس من الخزرج وبعدين طبعا النبي في القباء حيبني ايه يبني مسجد قباء وعشان كده مسجد قباء كان أول مسجد أسسه النبي في المدينة المنور وكرامة هذا المسجد عجيبة يا أخي لما تتوضى وتروح تصلي فيه ركعتين تاخد سواب عمره حاجة ايه ده حاجة يعني عجيبة كأن ربنا سبحانه وتعالى ببركة وجود النبي في المدينة الصحابة لما هجروا مع النبي كانوا يشتاقوا للكعبة لأن تولدوا هناك وكلهم كانوا يطوفوا وكل يوم شايفين الكعبة فأمر ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعوضهم لو مش تأتعمل عمره طب صلي ركعتين في القباء تاخد سواب عمره بإكرام يبقى طول ما انت مع النبي انت كسبان خذ ذلك مش تقول انا اتحرمت من العمره لا يا سيد انت بمواء عن النبي ما اتحرمتش من حاجة وعلى شك كده صارت ايه دايدا كل مسلم يزور المدينة لازم يا اخي يزور القباء ويصلي في ركعتين بقت من ضمن المزارات الى يومنا هذا وإلى ان يشاء الله لأن صلات ركعتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم سبت بالذات كان ايه يتوضأ في بيتي ويروح لقباء ماشي على أقدامه صلى الله صلى الله ويصلي نك ركعتين وهو راجع يمر على بيته المحرام في الطريق يستريح عندها يقيل القيلولة بتاعته وبعدين بعد كده يكمل ويرجع يصلي الظهر في مسجدية الشريف كان كل سبت يعمل كده صلى الله عليه وسلم وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء ممكن تقول قباء وقباء وقباء بغير همز وقباء كل دي لغات فيها وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء ليالي أسس فيها مسجد قباء الذي وصفاه الله بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم وهذا الوصف اللي في الآية هو وصف مسجد قباء ومسجد النبي كذلك فهو لإيه للمسجدين وصلى فيه صلى الله عليه وسلم بمن معه من الأنصار والمهاجرين وهم آمنون ومطمئنون كانت أول مرة بقى النبي يصلي إمام كده ويقف في المحراب ويقول الله أكبر وراء صفوف المدينة المكة ما كانش الحكاية دي الصورة دي مش موجودة لأنه كان مستضعفين المسلمين ما قدروش يتجرأوا ويخرجوا كده يصلوا ورا النبي يهجموا عليهم المجرمين لكن شوف أول مرة بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقف في محراب آمن ويقول الله أكبر ويأم المسلمين ويصلوا خلفهم صلى الله عليه وسلم يعني نقلة كبيرة الهجرة دي كانت نقلة كبيرة وكانت المساجد على أهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية من البساطة ليس فيها شيء مما اعتاده وبناته المساجد في القرون الأخيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان المساجد من جنس البيوت اللي بيسكنوا فيها فبيوتهم مش مزخرفة مساجدهم كده لكن لما جاء بعد كده الأجيال اللي بعد كده وتسعت الأموال عندهم وكثرت وبقوا يزخرفوا البيوت ويبنوا المساجد غير مزخرفة فبعض الفقاء قالوا بقى ازاي بقى زخرفوا بيوتكم وتسيبوا المساجد مزخرفة لا زخرفوه بالرغم أن النبي نهى عن زخرف المساجد ليه حتى لا يستهين الناس بالمسجد يوم يخشوا قصر مثلا أحد الأغنياء ينبهروا بيه ويخش المسجد يجدوا متواضع البناء كده فالعلماء قالوا لأ طالما النفوس تغيرت وأصبح الناس تعظم الأماكن بعظم بنائها فوجب تعظيم بناء المساجد كما كان لتغير ايه لتغير العادة فالعادة تغير الحكم العادة تغير الحكم أيام الصحابة كانت بيوتهم بسيطة فكانوا يبنوا المساجد بنفس البساطة بتاعت بيوتهم فما كانش ايه شيء مستغرب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن جل همهم إلا منصرفا لتزين القلوب وتنظيفها من حظ الشيطان فكان سور المسجد ليتجاوز القامة يعني تتصور انت لما يبقى المسجد سورو على قد طولك كده وبعدين السقف على طول يعني لو مديت ايه دا كده تخبر في السقف دي كانت المساجد ايام النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يعني عجيبة لدرجة ان لما تروح انت تزور المسجد النبوي الشريف تجد بعض ايه الاعمدة المخوصة يعني عليها علامات كده ايه بالطول كده خوص عارف الخوصة دي اخرها كان السقف ايام النبي حد من نبي يعني تمدي ايه دا كده الطول يعني كان السقف ايام النبي مش عالي قوي مش زي بقى ايه بعد كده بقى ايه ما الناس ابتدت تتفنن في بناء المساجد فكان سور المسجد لا يتجاوز القامة وفوقه مظلة يتقى بها حر الشمس ثم تحول بعد كده بقى الرسول بعد ما خلص بقى ايه مسجد قباء وبناء وجمع الناس ابتدى يخش في قلب المدينة بقى لان قباء دا على اطراف المدينة فقعد هناك فترة وبعد ان ابتدى بقى عايز يدخل للمدينة بقى نفسها صلى الله عليه وسلم ثم تحول صلى الله عليه وسلم الى المدينة والانصار محيطون به متقلدي سيوفهم يعني النبي ماشي في موكب كبير وزي ما قلت لك الانصار دول كانوا ايه كانوا مقاتلة متدربين قعد واربعين سنة قتلوا كأن ربنا بيدربهم في الحروب بتاعتهم عشان اول ما ييجي النبي ما يضيعش وقت في تدربهم فكانوا مدربين ان ربي لطيفه لما يشاء يسير النعارات واليهود تسير الحروب وتصنع لهم السلاح وتبع لهم السلاح كل دا بيسلحوهم باللي حيتبحوهم به سبحان الله يا اخي ان ربي لطيفه لما يشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بقى ودخل المدينة دخل في وسط كوكبة كبيرة من الجند المدججين بالسلاح المتدربين وحوش وحوش فعلا الواحد منهم كان بجيش الواحد منهم كان بجيش رضي الله عنهم وارضاه وهنا حدث حدث ولا حرج عن سرور اهل المدينة فكان يوم يوم تحوله اليهم يوما سعيدا لم يروا فرحين بشيء فرحهم برسول الله سلام وخرج النساء والصبيان والولائد يقولن طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصار هذا النديء النشيد نشيد يقال في كل مولد نبوي شريف حتى يذكر الناس بأذيه اللحظات الشريف أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع وكان الناس يسيرون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ماش وراكب يتنزعون زمام ناقته يعني كمان كل واحد يتسابق من اللي يمسك زمام ناقة النبي ويتشرف بانه يقترب من النبي أو ينظر إليه نظرة أو يأخذ منه لفتة صلى الله عليه وآله وسلم كل يريد أن يكون نزيله وكلهم بقى عايزين يستضفوا عندهم في بيوتهم ونقف عند هذا الحد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واعف عن سيئاتنا واغفر ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة